لفتت النجم اللبناني هيفا وهبي الأنظار بمقطع فيديو نشرته عبر تطبيق انستغرام وبيجمعها بخبيرة تجميل اللبناني بسان فتوح بمناسبة يوم ميلاده حيث ظهرت فيه وهي جالسة أمام خبيرة تجميل وهو عم يوضع المكياج إلى خاصة أن الوجه الإعلاني الخاص فيه وكتبت إلو رسالة بمناسبة يوم ميلاده وقالت فيه أسعد عيد ميلاد يا بيسو وبتمنى إلك عيد ميلاد مميز وسنة رائعة لرد علي بالتعليق ويقول بحبك إلى حد القمر والعودة منه كل ما أملك إلى الأبد هول العينين ما بيكذبوا من جهة أخرى نشرت الفنين اللبناني هيفا وهبي فيديو على صفحتها على موقع تواصل اجتماعي ترويجا لمسلسلة أسود فاتح يلي بينطلق عرضه تلفزيونيا اليوم على قناة أم بي سي مصر بعد ما كان عريض سابقا على إحدى المنصات الإلكترونية وظهرت هيفا بالفيديو على الشرفة وأعطت قبلي لمتابعيها وكتبت تعليقا الحلقة الأولى من أسود فاتح الليلة على أم بي سي مصر هالعمال يلي يشارك ببطولته أحمد فهمة وشريف سليمة وصبري فواز وعمر السعيد ونبيل نور الدين ورانيا منصور وخالد الشيوي وفراص سعيد وناصر سيف وغيرهم لكتير مع ظهور خاص لمعتصم النهار وبمشاركة روجينا وهو من تأليف أمين جمال سيناريو وحوار شريف يسري وابراهيم ربيع وحمدي التايه وإخراج كريم العدل وكان الموضوع الأبرز مؤخرا يلي اعتبر بمثابة انتصار لهيفا بعد إعلان الحكم بخصومتها القضائية مع مدير أعمال السابق محمد وزيري بجريمتي النصب والإسلاء على أمواله من أسبوع تقريبا ونشرت وهبي حيثيات الحكم كانت عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلقت عليه بالقول الحكم في قضيتي النصب والإسلاء شكرا للقضاء المصري العادل ما النصر إلا من عند الله والحمد لله وقضى الحكم يلي أصدرته محكمة جنح زايد بحبس المتهم محمد وزيري ثلاث سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب وسنتين مع النفاذ عن جريبة الإسلاء وإحالته لمحكمة الجينيات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحامات وذلك بحسب ما أكد المستشار ياسر خنطوش محامي الفناني هيفا وهبي عبر حسابه على فيسبوك وكانت هيفا أعلنت عن اتهامه لوزيري بالاستلاء على أمواله بحزيران عام 2020 واحتكمت إلها القضاء المصري به القضية موكل الأمر لمحاميها المستشار ياسر خنطوش يلي قال أنه المتهم استولى على 63 مليون جنيه من أمواله ونفت وهبي لاحقا ادعاء محمد وزيري الزواج مننا وما تمكن الأخير من إثبات ذلك أمام محكمة الأسرة يلي رفضت دعوة لعدم وجود أصل العقد ترجمة نانسي قنقر